كما التقى رئيس الوزراء على هامش مؤتمر تيكا الثمانية أيضا بسيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية لا سيما بعد موافقة مصر على وثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمصر وأشهد مدبولي بتنوع مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية مشيرا إلى متابعته للتقدم المحرز لكافة المشروعات التي تتم بالشراكة مع البرنامج وأكد رئيس الوزراء أن من ضمن البرامج التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة التعاون القائم مع وزارة التطامن الاجتماعي في مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة تهميش وفقر المرأة الريفية مشيرا إلى ما تنوي الحكومة طرحه من مشروعات وقوانين لمكافحة ظواهر زواج القاصرات والتصرف من التعليم وعمالة الأطفال من جانبها أشد مدير البنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمبادرة حياة كريمة مشيرا إلى أنها من المشروعات الشديدة الأهمية ومن الضروري أن تستفيد برامج الأمم المتحدة من أليات تنفيذها